السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفة نيت كنتم منها فيديو اليوم يلقاكم وانتم في احسن حال انتم والعائلة والاحباب اليوم ان شاء الله غدي نشارك معاكم واحد الحلوة بدون فرن راقية جدا في المضاقة هائلة بمكونات جد بسيطة بتلاتة مكونات فقط بدون حليب محلة مكوناتها جد بسيطة وتابعوا معايا باش تعرفوا الطريقة ديال التحضير هي مهمة اكتر من المقونات لان السر اللدى ديالها في طريقة التحضير اولا كنجيب واحد الانية بالحجم اللي حبيته انا عملت حجم متوسط اللي اختيت فيه القياس ديال السكر اعطاتني 200 غرام من السكر هنا يا انتم ما كتاخدوا القياسة باي انية متوفرة عندكم هنا يا انية اللي اختيتوا بها السكر كتاخدوا بها الحليب كتعملوا الضعف ديالها ديال الحليب مثلا عملتوا كأس سكر غتعملوا كأسين حليب عملتوا انية كبيرة سكر غتعملوا جوج ديال الحليب هنا يا مقادر مضبوطة عندنا 200 غرام من السكر ونصف لتر من الحليب تنوضعوا الخليط ديال السكر والحليب على النار وهنا ضروري كتبقوا تحركوا الخليط حتى كي نقص الحجم دياله للتولوت يعني اكتر من نصف هنا يا كي ماشتوا معايا عراه كي بدي يغلي ديما تبقوا تحركوا باش ما تحركش ديال السكر وكي نساجم حتى كيوصل الخليط كي يولي اللون دياله على هاد شكل ومن بعد كنحتاجوا نفس الانية اللي خليتوا بها القياس دي الحليب والسكر كتاخدوا بها الكوك او لجوز الهند هنا يا باش عارفوا جوز الهند ممتاز كتمروا في اليد ديالكم وكتحسوا بخروج الزيت ضروري قبل ما تشريوا تعملوا هاد الخطوة لانه الى ما كانش فيه الزيت فرا ما غاديش تحصلوا على النتيجة المطلوبة هنا يا شوفوا شحل ولا دي الحليب يعني عملته في الول نصف لتر شوفوا شحل بتبقى تبقى تقريبا تولوت الكيمية او لربع كنضيفوا ديك الانية ديال جوز الهند او للكوكو المجفف وضروري يكون نوعية ممتازة يعني يبقى فيه الزيت دياله باش تحصلوا على اللد المطلوبة وكنخليوا الخليط على النار وهنا يا تبقى وتستمروا في تحرك اذا ما حركتوش را غادي تحرق لكم الخليط كتبقى ونحركوا نحركوا على درجة حرارة متوسطة ما تكونش خفيفة وما تكونش عالية حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون تقيل يعني كيتبخر لنا الماء تماما تماما يعني كتخفقوا حتى كيولي الخليط له هد الشكل ضروري كما لاحطوا معي وغادي نطفلوا النار غادي نمدعوه في واحد الاناء اخر وغادي ندخلوا انا للتلاجة ونخليه حتى كيبرد قد ما كيبرد كيجي زيد يتماسك اكثر وكيولي لنا كالعجينة تماما وصدقوني رهما ضاقوا كيجي رائع جدا بعد ما خرجتوا من التلاجة بعد ما بردتها ماما يعني ما بقاش ساخن كنجيو كنبدو نشكلوه في الحلوة ديالنا هنا غادي نعمل منها عدة اشكال الشكل الاول فغادي نشكلوها بشكل دائري وشوفوا معي العجينة كيفاش كتجي رهما كتلتصقش باليد وكتجي واحد العجينة متماسكة وهذا كالخاليط ديال السكر والحليب اللي عملنا في الاول كيجي كالحليب المحلة يعني كيعطي فيها واحد طعن جيد رائع غير جربوها على حسابي هنا يا عملت اربعة عشر قطعة اللي شكلتهم بشكل دائري واربعة سبعة قطعة عفون غادي نشكلهم بشكل طولي فانا غادي نحضر منهم بلاتو انتوما قد ضعفوا الكمية على حساب الكمية اللي بغيتوا تحضروا يعني بغيتوا تحضروا كمية كبيرة غتضعفوا المكونات بغيتوا تحضروا كمية اقل من اللي حضرت انا غادي تعملوني سفجي المكونات او لا تاخدوا القياسات غير بالكاس هنا يا كنبقى نشكلوها على شكل طولي ومن بعد كنقضلوا لها الجوانب باليد ديالنا على هاتشكل كما ممكن انكم تشكلوها بشكل طولي وتاخدوا واحد سكين وتقطعوها يلا بغيتوا تشكلوها مثلا ندفعوا واحدة راها تشكل كالعجينة العادية من بعد غادي نجيب الكمية اخرى غادي نشكلها بشكل طولي حلول لكن الان كنجيو نرقوها من الجوانب وكندوروها على شكل هلال غادي نوضعوه جانبا وبنفس الطريقة كنستمرو نشكلوها على شكل هلال ونوضعوها في الصحن راها العجينة كتكون متماسكة كنعود وكنأكد لكم انها كتكون متماسكة مادي تلقى معاها هاتشي مشكل وبالنسبة الجوز الهيند او للكوكو كتشريوه دك النوع اللي كيكون رقيق يلا اخذيتوا النوع اللي كيكون غلط راكم غادي تعملوه في المتحانة الكهربائية وطحنوه شوية يعني ما تحنوه شتيولي بودر لا تحنوه واحد شوية ومن بعد الشكل الاخر فغادي نشكلوها بشكل دائري وبواسطة الاسبع كنعملو فيها واحد الحفرة من الواسط وكنوضعوها كذلك جانبا نفس الطريقة كنعملو اسبع ديالنا ونحفروها من الواسط باش كنعمروها وراه كيما قلت لكم البنات غير جربوها على حسابي والليتا غيرت جيبكم لك اجي رائعة من بعد غادي ندخلها للتلاجة دخلت الحلوة وخلي تحتى تماسكات يعني احتى بردات زادت تماسكات اكتر الان غادي نجيبوه جوز الهيند او للكوكو غادي نعمل فيه القيطاع الدائرية غا نعمل غير نصف ديالهم في جوز الهيند او للكوكو المجفف ومن بعد كنوضعوهم في الاوراق اوراق الخاصة بالحلوة كما ممكن تقدموهم كما هاك هاك من بعد الكيمية التانية اللي هي عملت فيها حفرة كذلك غادي نعملها بجوز الهيند او للكوكو او للكوك كنعملوها فيه الكوك راه كيلتسق فيها بلا من ديرو حتى شي اضافات من ديرو لشوكولاتة لاوالو راه كيلتسق فيها ومن بعد غادي ندوب كيمية من شوكولاتة السوداء جانبا وغادي نجيب الكاكاو كيس واحد من الكاكاو او لزوج دي الاكياس اللي حسب انا كيس واحد راه كفاني الوز الكيس 7 غرام ما يعادي الملعقة كبيرة غادي نجيبوه الكورات اللي خلينا متبقية النصف الاخر غادي نعملوه كيما لحتو معايا في الكاكاو على هاد الشكل كنهزوه بالشوكة يعني ما نحتاجوش تقيتو ليد دياننا كنعملوه الكورة وكن هكا كندفعوها بالشوكة حتى كيتوزع ليها الكاكاو بالكامل وكنهزوها وكنوضعوها في الورق ديال الحلوة ومن بعد هاد الشوكولاتة بعد ما دابتلينا غادي ناخدوها بواحد الملعقة صغيرة وكن ملقوه ولا غادي نملأ هادوك الحفر اللي عملت في الاول بالاسبع كيما لحتو معايا وشتوش كل يالها كيفاش كيتجيرها لا شكلا ولا ما دا قن كتجيرها اياه كنعود نأكد لكم من بعد كنجيبو هادك اللي عملنا بشكل طولي كنعملوها في الشوكولاتة وكنحاولو ان هنا شوية نمسحو ذك الشوكولاتة الزائدة باش ما تبقاش لنا في الجواني بدي الحلوة كنوضعوها على الورق الطبخ من بعد غادي نجيبو كمية من شوكولاتة البيضاء اللي دوبناها لحمام مائي وغادي نعملو خطوط بهذا الشكل ومن بعد غادي نعملو واحد العاقيق الخاص بالحلويات غادي نزين به فوق الشوكولاتة البيضاء قبل ما تتماسك باش تماسك لياه مع الشوكولاتة البيضاء من بعد غادي نجيب الورق الخاص بالحلوة غادي نعمل في هاد القطاع الطاويلة بعد ما غا نعمل واحد النقطة ديال الشوكولاتة في كل ورقة باش تلتاصق معها الحلوة وما تضحش لنا منها من بعد خديت الشوكولاتة البيضاء الدائبة يعني ش تندوبوها بشكل عادي بدون اي اضافات ما كنضيفو لها لا زيت لوالو فقط تكون من نوعية ممتازة وغادي نرشل لها كذلك ذاك العاقيق الخاص بالحلويات في اللول فاعملت الحلوة في الشوكولاتة من بعد هزيت الحلوة في الشوكة وكنوضع لها الشوكولاتة البيضاء هالطريقة التانية كتبقى عملية اكتر كنزولو الشوكولاتة الزائدة وكنوضعوها في الورق ونوضعو عليها العاقيق وفي الاخير كيكون هذا هو شكل نهائي ديال الحلوة ديالنا كتجي راقية لديدة جدا وبنسبة الكيمية فراها كتعطينا 36 حبة اللي اعطاتني انا 36 مكونات بسيطة ورخيصة جدا واقتصادية وسريعة في التحذير نتمنى انكم تجربوها في اعلان غادي تعجبكم راه الشكل ديالها راقي والمضاق ديالها حتى هو لديد جدا يعني كتجي كأنها محضرة بالحليب المحلة والاخوات كي تطلبوا مني نقطع الحلوة يشكلها كيفاش كتجي رائعة ولديدة جدا غا تعجبكم ترجمة نانسي قنقر